ورتل القرآن ترتيلا الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم الله تبارك الله حياك الله أخي عبد المالك من الشيشان أولا الحمد لله الحمد لله أن الشيشان أقبلت على القرآن إقبالا كبيرا والحمد لله والآن نسمع عن تلاوة قرآنية وعن حفاظ القرآن الكريم وعن مشاركتهم في المسابقات وعن مسابقة في الشيشان وعن إقبال على القرآن والحمد لله هذا يبشر بخير كبير وأنا دوما أيها الإخوة أنظروا إلى الكأس الممتلئة إلى الكأس الممتلئة إلى الجزء المليء من الكأس وليس إلى الجزء الفارغ إن كان هناك بعض الأشياء التي لا تسر في بعض البلدان أنا أنظر إلى الجانب الإيجابي ومن نظر إلى الجانب الإيجابي ارتاح فإن الخير في هذه الأمة باقي إلى يوم القيامة فكونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين فالشيشان والحمد لله فيها خير كبير والحمد لله وخاصة في مجال حفظ القرآن الكريم أخي عبد المالك أولا أريد أن أثني على قراءتك بأنها عربية فصيحة ولا يكاد المستمع يظن أنك شيشاني أو أعجمي أو لا تعرف العربية قراءتك رائعة جدا كأنك عست في بلد عربي وكأنك تنطق الحرف العربي أفصح من العرب شيء آخر أريد أن أثني عليك فيه وهو طبقة صوتك طبقة صوتك رائعة جدا هي من الدو والري والمي ما شاء الله كانت قوية وجيدة ولكن بعد ذلك بعد أن قرأت قليلا اختلفت الطبقة قليلا ربما انشغلت بشيء آخر أو ربما يعني تحتاج إلى مراس تحتاج إلى تدريب وممارسة فإنك إذا حافظت على الطبقة التي بدأت بها أول كم آية ما شاء الله تبارك الله كانت يعني طبقتك رائعة جدا وتتمتع بحبال صوتية سبحان الخلاق حبالك الصوتية جيدة وعريضة يعني مساحة صوتك عريضة هذا الشيء فحمد الله على هذه النعمة هذا شيء جميل جدا يفتقده الكثيرون شيء آخر أيضا وقفت عليه بشكل جيد وهو الأرض عندما وقفت على الأرض الوقفة جميلة وهذا كثير من الناس يخطأ فيها يقول الأرض الأرض لا يقلقلون الراء أو الأرض ويبلعون الضاد بلعا لا ينطقونها فأنت نطقت الأرض جيدة ما شاء الله تبارك الله يدل على أنك تلقيت القرآن على شيخ وأفادك في المخارج إفادة قوية جدا فاشكر هذا الشيخ الذي علمك وأنا أشكره أيضا نيابة عنك هناك بعض الملاحظات ينبغي أن تنتبه إليها مثلا أمي اتخذوا من دونه أولياء انتبه للهمزات الهمزة خاصة همزة الاستفهام ينبغي أن نأتي بها مهتوفة هكذا يقول العلماء تعبير أبي عمر الداني الهتف في الهمزة الهمزة حرف مهتوف كما يقول سباويل فإذا أمي اتخذوا أ وإذا وقفنا عليها أولياء فننطق بهمزة ليست مهموسة إنما همزة فيها هتاف فيها قوة انتبه أيضا إلى قوله تعالى فحكمه خرجت المد خرجت من الأنف لا ينبغي أن يخرج من الأنف وهذه تكررت معك في عدة حروف فحكمه عنه مثلا له مقاليد السماوات له له هذه لا ينبغي موسى نوح ما وص ما وص الواو تفخمت معك ما وصينا و هذا مفخمة لا ينبغي أن نفخمة وما وص و و و و وليس و و انتبه للتفخيم تدعوهم تدعو هذه فيها غنة لا ينبغي للغنة تدعو إذن فحكمه انتبه إلى الغنة وصفيها إلى اله وصفيها تصفي جيدة فقط لا أريد أن أطيل أكثر من هذا لأن قراءتك جيدة ما شاء الله والملاحظات هذه تكميلية وقوية وانتبه إلى طبقة الصوت استمع كثيرا للحصري وإن شاء الله تصبح قراءتك أجمل وأحسن وأقوى وعشرون سنة ما شاء الله عليك بارك الله فيك ونفع الله بك وزادك الله علما وتقوى وردتل القرآن ترتيلا 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 ترجمة نانسي قنقر